أكد الرئيس عبد الفتح السيسي مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراصخة بين مصر ومملكة البحرين وتعزيز التعاون في كافة المجالات بشكل يقدم تطلعات الشعبين الشقيقين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتح السيسي الفريق ركن نصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين الذي نقل رسالة شفاهية من ملك البحرين تضمنت تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ودعم البحرين لجهود مصر في مواجهة جميع التحديات داخليا وخارجيا لا سيما على المستوى الإقليمي وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التجديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل لقطع غزة وتأكيد ضرورة احتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة والدفع نحو عدم توسع نطاق الصراع لما لذلك من عواقب وقيمة على الاستقرار الإقليمي ترجمة نانسي قنقر